شاب سوري نجح في التوصل إلى ابتكار مذهل في السيارات بإمكانات بسيطة حيث أبهر السكان وسهل حياة السوريين بشكل كبير فما قصته؟ رغم ضعف الإمكانات في سوريا وعدم توافر المواد الأساسية بسهولة خاصة في المنطقة الشمالية من البلاد إلا أن السوريين ما زالوا يبتكرون تقنيات واختراعات تيسر الحياة وتعين الأهالي على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الصعبة ففي هذا السياق نجح شاب سوري يدعى ثروة ويقيم في منطقة جسر الشغور شمالية غربية سوريا في التوصل إلى تقنية فريدة ومذهلة في السيارات حيث سهلت حياة السكان بشكل كبير فثروة توصل بالاعتماد على إمكانيات محلية بسيطة متوفرة في المنطقة إلى تقنية تجعل ركاب السيارات قادرين على القيادة باليدين فقط هدف ثروة من ذلك الابتكار المذهل كان لخدمة ومساعدة ذوي لإحتياجات الخاصة في المنطقة الشمالية من سوريا لكن الأمر تطور وبات يخدم جميع السوريين وجاءت الفكرة لثروة عندما طلب منه أكثر من مرة إيجاد حل لذوي الإحتياجات الخاصة بحيث يستطيعون التنقل بالسيارة ففي البداية قرر ثروة التفكير في صنع جهاز يسهل حياتهم بشكل كبير في التنقل وما انتبلورت الفكرة في ذهنه حتى بدأ بصنع الجهاز ومع تجربة الجهاز المبتكر فوجئ الشاب السوري بنتائج مبهرة فالجهاز حقق نجاحا كبيرا حيث أن ذوي الإحتياجات الخاصة تمكنوا من استخدامه بكل أريحية وأمان خلال قيادتهم للسيارة باليدين فقط ثروة ابتكر جهازين اثنين الأول جهاز ثابت حيث يتم تثبيته على السيارة إذ لا يستطيع قيادتها سوى الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة أما الجهاز الآخر فهو متحرك بحيث يتيح المجال للأشخاص الآخرين لقيادة السيارة أما عن المواد المستخدمة في صنع هذه التقنية الجديدة فقال الشاب إنه استخدم أنابيب مصنوعة من الحديد لها قياسات محددة تناسب نوعية السيارة وتتداخل هذه الأنابيب المصنوعة من الحديد مع بعضها البعض ثم تثبت على دواسة الوقود ودواسة لفريمات أما عن التحكم بالوقود والفريمات فيتم من خلال تثبيت الجزء الآخر من الأنابيب بجوار المقواد وذلك من أجل تسهيل عملية التحكم في السيارة باليدين فقط وبحسب ما قاله الشاب السوري في تصريحات صحفية فإن جميع من جربوا قيادة السيارات بعد تركيب التقنية الجديدة فيها أكدوا أن ابتكاره ناجح بنسبة مئة بالمئة مشيرين إلى أنهم تمكنوا من قيادة السيارة بأيديهم فقط بكل أريحية وبعد تحقيق ذلك النجاح الباهر بات الطلب على الأجهزة التي ابتكرها الشاب السوري مرتفعاً جداً ويرجع سبب ذلك لكثرة أعداد زوي الاحتياجات الخاصة في شمالي البلاد نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية الشاب السوري ختم تصريحاته الصحفية بأنه يزعى في المرحلة القادمة إلى تطوير الابتكار ليصبح أكثر حداثة وعصرية لأسيما من ناحية أن تكون الأنابيب مخفية وغير ظاهرة ترجمة نانسي قنقر